السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الالف وصحبه يجمعين. معكم اخوكم هشام. ان شاء الله سنبدأ في سلسلة دروس اشتاء اعمال مبسطة وبسيطة للغاية بان الله. لمشتوى المبتدئين. نبدأ على بركة الله. ما هو اشتاء اعمال? اشتاء اعمال هو اختصار لهذه الجملة الانجيزية. كما هو واحد ال H وال T وال M وال L. هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي يعتبرها معظم الناس او معظم المبرمجين او التلامذة امن ال H T am A هو لغة برمجة. H T am A هو لغة تسمى بلغة لغة رصفية. بالانجليزية meter language. كذلك بعض يظن ان ال H T am A هو لغة تصميم المواقع. H T am A هو جزء من تصميم المواقع. كيف? H T am A هو المواقع قائمة او جداول او صور فوق او تحت او على اليمين او اليسار لازم استخدم اقواد H T am A. وبدون ما اطيل على الاخوة ندخل مباشرة في اساسيات اللغة. قبل ذلك اه 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 ادوات التي يحتاجها البو برمج لتعلم لغة اجتيامال هما اداتان اساسيتان. الاول محرر النصوص. والثاني متصفح انتامات. بالنسبة للمحررات النصوص هي كثيرة ومتنوعة فيها المجاني والمدفوع. انا ساستعمل البرنامج هذا Sublime Text 2 وهو برنامج مدفوع. بالنسبة للمتصفحات فهي كثيرة جدا. سنستعمل ان شاء الله لجوجل كروم. تستطيعون استعمال الموزيلا فايرفوكس ولا الانترنت اكسبرور ولا الاوكرا ولا الى ذلك. ان شاء الله في الدرس القادم سنتطلق الى اساسيات ومبادئ الـ HDMN وسنذهب خطوة بخطوة ان شاء الله بطريقة جد ومبسطة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.